رأي شخص هو بتحمل نتيجة رأيه كمان كان معنا لأول مرة الفنان سامح يسري والإضافة انه هو اتكلمنا عن قضايا المطربين الشباب واطلقنا ركزنا على نجوميته وطريقه واتكلم لأول مرة عام اثير حول خلاف شديد اسري ما بينه ما بين الاعلامية السمر يسري لدرجة انه قاله وبيكلموش بعض وهي بتنكر ان اخوها فنان فلاول مرة بنتكلم في هذه القضايا ونفى كل ما يطار حول الخلاف ما بين السامح يسري او ما بين شاخقته وقبل ما نسمع ياسر العدوية عايزي برضى اقول لك ان احنا استضافنا الكاتب الصحف رفع طياد مدير تحرير اخبار اليوم والمسؤول عن ملف التعليم في الجريدة وكان معنا الاستاذ ايمان ابو بكر منصق حملة عايزين نتعلم وكانت اضافة لهذا البرنامج في هذا الشهر الكريم ان احنا ناخد منه الدعوة مجانية لكل مشاهدين والطلبة والطلبات اللي التواصلوا معنا ان احنا ندخل